موسيقى صواح الخير من جديد مشاهدينا لأن هناك حاجة دائمة لإبداع فلسطيني يعيد الأنظار مجددا إلى القطاع لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له مؤخرا قامت فرقة غزة ستايل بإنتاج فيلم صامت بعنوان ثلاث زهرات فيلم يجسد قصة حقيقية لطفل فقد والدي وشقيقه وفي الفيلم يخرج الفتى من المدرسة ليشتري ثلاث زهرات ويسير متجها إلى قبر والديه ليضع الزهور ويعد هذا العمل هو الأول من نوعه في غزة لكنه ليس أول عمل لفرقة غزة ستايل التي نالت إعجاب الجمهور سابقا بعملها الأول غزة ستايل والذي يحاكي أغنيات جان جام ستايل العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للحديث أكثر حول الفرقة وأعمالها ينضم إلينا من غزة مدير وصاحب فرقة غزة ستايل سيد مهند باركات سيد مهند صباح الخير صباح الخير صباح الخير يسعد صباحك في البداية هل هذا هو العمل الثاني لفرقتكم؟ وحدثنا عن أهميته وكيف انطلقت فكرته؟ نعم أحنا عشان نوضح من البداية أول عمل إلنا كان هو غنجم غازة ستايل اللي هو الفيديو الكوري اللي تم تقليده وحظى على نجاح كبير في الوطن العربي وفي أماكن أخرى ثانية في القنوات الإخبارية الثانية وفي الإعلام الأجنبي بعدها قمنا بإصدار النسخة الثانية من أغنية هابي غازة أصدرنا أغنية هابي غازة وحظت على نجاح كبير وأخذت التصنيف الأول على العالم بالنسخة المقلدة وبعدها أطلقنا الفيلم القصير لأول عمل إنتاج فيلم قصير لهو ثلاث زهرات وكان الفيلم يحاكي قصة طفل فقط ثلاث أفراد من عائلته في الحرب الأخيرة على قطاع غزة كما شاهدتم الفيلم قصته بسيطة جدا لكن أعتقد أنه مؤثر بما فيه الكفاية ليصر رسالته نعم سيد مهند أحيانا الصورة أبلغ من الكلام من هنا انطلقتم بفكرة هذا الفيلم الصامت؟ نعم صحيح أنا أعتقد أنه العمل الصامت اليوم هو أي عمل فيديو أو عمل تصويري قادر على تصوير نفسه وإصال رسالة من دون صوت العمل الصامت أثبت جدارته وأثبت أنه قادر على إصال رسالة واضحة ورسالة القادرين على فهمها بأكثر من طريقة وأكثر من اتجاه وأكثر من فكرة في نفس الفيلم نعم سيد مهند أيضا ألا تعتبر أن هذا العمل هو النقلة النوعية في فرقتكم يعني بدأتم بجنجام ستايل وأنتم اليوم يعني تقومون بإنتاج فيلم صامت لأي مدى هذه النقلة النوعية وما الهدف من وراء أيضا؟ نعم فرقة غزة ستايل تعتمد دائما على الأعمال المميزة فإحنا دائما نبحث عن أفكار مميزة وأعمال مميزة وأعمال بسيطة جدا إمكانياتنا برضو بسيطة جدا وفكرنا في آخر عمل وهو الفيلم الصامت يعني فكرته بسيطة جدا لكن كان أخذ معنا وقت في التفكير أنه كيف يكون الفيلم تأثيره على المشاهد ما سيكون ردة فعل المشاهدين على الفيلم الصامت التأثير سيؤثر على المشاهد من سيستهدف في الفيلم تبعنا؟ هل سيستهدف مثلا في الفئة في الوطن العربي أو في العالم الأجنبي العالم الذي يتابعنا أكثر من العالم العربي نحن نتابع من الأجانب أكثر من العرب هو يعني أعمالنا أنها تقريبا تقليل أعمال أجنبية نعم وكما ذكرت سابقا أن الفيلم يحمل رسائل ولاحظنا خلال سير الطفل في الفيلم هناك ظهور للركام هذا مقصود وما الرسالة التي أردتم أن توصلوها من خلال الركام مع صورة الطفل نحن تعمدنا أن نكون الطفل وحيد لمسافة طويلة ويكون وحيد لصار رسالة للعالم أن هذا الطفل عندما فقد أحد أفراد عائلته وأبوه أمه ثلاث أفراد من عائلته وأخوه أن هذا الطفل ترك وحيد في العالم فالمسافة الطويلة التي تثبت أنه قديش مشي مسافة طويلة في الطريق وهو ذاهب إلى المقبرة ليضع ثلاث زهرات على قبر والديه وشقيقه بتثبت للعالم قديش كان هو الطفل وحيد وقديش عانى في الطريق وقديش شاهد مآسي ودمار وتدمير في الطريق وهو ذاهب إلى المقبرة ظهرت فرقتكم سيد مهند في عام 2013 وهي تظهر اليوم هناك سنوات هناك سنتين على الأقل ما سبب هذا الغياب والعودة مجددا بفيلم صامت وأيضا في إطار هل ما زالت الفرقة ذاتها في إطار الطاقات البشرية هل عملتم في هذه الفترة على تحديثها وتدريبها نكون واضحين نحن في قطاع غزة كفرق فنية وكشباب يعني صراحة ما فيه دعم ما فيه اهتمام كبير في العمل الفني كبير صراحة يعني فلذلك إحنا كنا لما كنا نتأخر في أعمالنا لأسباب إنه ما فيه دعم كنا دائما ناخد على يعني على عاطقنا الشخص العمل أي عمل بدك تاخده على عاطقك الشخصي كاملة من الألف إلى ليه فلذلك كان يعني يكون عندنا شوية تأخير دائما في العمل والأفكار دائما نحاول ناخد فكرة إحنا تكون مؤثرة وتكون يعني ناجحة إن شاء الله والحمد لله يعني ما اشتغلنا أي فكرة إلا الحمد لله طلعت ناجحة والحمد لله يعني قدرنا نوصل رسالتنا للعالم مهند يعني رغم الظروف الصعبة التي تعيش غزة والقطاع عموما وأنتم كفرقة يعني ليس وراكم يعني أي جهة تدعمكم حتى تقوموا بمثل هذه الأعمال الفنية التي يعني تأخذ الكثير من الاهتمام والمشاهدة ويعني في الفيلم الأول استخدمتم فقط الهاتف المحمول لتصوير الأغنية ولاقة رواج كبير يعني كيف استطعتم الآن في هذه الأجواء وهذه الإمكانيات من إنتاج مثل هذا الفيلم صحيح نحن نكون واضحين معكم نكون صراحين العمل الأخير هو الفيلم ثلاث زهرات أنا صورته بهاتف محمول لإثبات للعالم أنه إحنا قادرين على إيصال رسالتنا بأي إمكانيات بأقل الإمكانيات بأي شكل من الأشكال المهم الفكرة ماشي المهم كان يكون عندنا الوضوح والرزيليوشن عالي يكون في الفيديو كان عندنا الفكرة تكون هي الحلوة وهي اللي يعني بتناياها تكون هي اللي توصل الرسالة والحمد لله يعني تصوير بهاتف خلوي كان في الأول وهي هذا تصوير في هاتف خلوي لأول مرة بعلن أنه هذا الفيديو تم تصويره في هاتف خلوي يعني الهدف من استخدام الهاتف الخلوي هو ليس بهدف تقنية بل بهدف إيصال فكرة أن بكافة الإمكانيات نستطيع أن نبدع وأن نوصل للرسالة سيد مهند صحيح كانت رسالتنا من البداية لما عندما رفض الكثير من المصورين التعامل معنا في البداية رفضهم عامة الفكرة كبداية في أول فيديو بعدها قررت العمل في تصويره بأي شكل من الأشكال فاستخدمت هاتف محمول من صديق ما كان ملكي كان ملك صديق واستخدمنا والحمد لله نجحنا فيه وكانت رسالتنا واضحة وواصلة بشكل كبير والحمد لله لقى رواج كبير في الفيديو وكان نجاح الفيديو وكان الفكرة من نجاح الفيديو أنه تم تصويره بهاتف خلوي والحمد لله هذا تم تصويره بهاتف خلوي ولاقى نجاح بنفس النجاح تاع غنجام ستايل يعني الحاجة أم الإختراع كما يقال مهند هل ستدخلون في هذا الفيلم في مصابقات مخصصة لعرض مثل هذه الأفلام نعم يعني ببلغكم أنه قبل أيام بلغني أحد الأصدقاء في فرنسا المتضامنين الفلسطينيين أنه تم قبول الفيلم في عرض مسابقة عالمية بتحصل في فرنسا كل عام تقريبا يعني إن شاء الله تم قبول الفيلم في دخول مسابقة في المسابقة هذه وإن شاء الله يعني نكون من الفائزين في المسابقة إن شاء الله إن شاء الله سيد مهند إذا أردنا أن نقارن بين العملين العمل الأول والعمل الثاني حتى الساعة بالنسبة لعدد المشاهدات بالنسبة للاهتمام كيف يمكن أن تنقل لنا هذه المقارنة نعم إحنا عشان البحث في البداية كان عن فيديوهات عالمية كنا نبحث عن جنجم استايل كان عليها البحث يعني كان في البحث في العالم كاملة فكان يعني كان يصيبنا جانب كبير من البحث كان يصل إلنا في فيديوهات الإجازة كذلك كنا برضو يصيبنا هذا جزء كبير من المشاهدات بشكل يعني مش مباشر هما ما قصديننا إحنا لكن يصلوا لنا لكن في فيلم ثلاث زهرات كانت الفكرة مختلفة تماما لأنه هذا أول فيلم من إنتاجنا كاملة فكرته كاملة من إنتاجنا فكرة الكاملة ما في أي نوع من أنواع التقليل لذلك يعني حتى في البحث في هذا يعني رح يكون قليل لمشاهدات لكن حسب يعني المعلومات الأولى أنه كل من شاهد الفيديو حتى فنانين في الخارج شاهد الفيديو يعني حدثونا أنه هذا الفيديو كويس كتير وعالم وإن شاء الله رح يكون بداية موفقة إلينا إن شاء الله نعم مهند يعني من خلال إطلالتك معنا في صباح فلسطين ومن خلال شاشة قناة فلسطين اليوم كشفت عن العديد من النقاط أولا أنك صورت هذا الفيلم بكاميرا الهاتف المحمول ثانيا أنك ستشارك في باريس في مسابقة خاصة بمثل هذه الأفلام أيضا ماذا تكشف من جديد أعمالكم وأفكاركم التي ستشتغل عليها في الأيام القادمة إن شاء الله إن شاء الله يعني أنا أعتقد أنه خلال أقل من شهر ونص إن شاء الله رح يكون في قطاع غزة وصول متضامنة فرنسية اسمها باتول مراك هي بتساعدنا في الأعمال الفنية هي رح تشاركني في عمل فيلم طويل مش فيلم قصير إن شاء الله وإن شاء الله رح يكون عمل مميز وعمل كبير وإن شاء الله رح يحط على نجاح كبير لأنه رح يكون عمل كبير مش زي الأعمال اللي اشتغلتها هذه رح يكون أكبر على مجال أكبر على مجال تصوير بشكل أكبر وبتصوير بشكل إبداعي أكبر رح يتخللوا لقطات من هاتف خلوي هذه المرة أيضا سيد مهند يعني أنا أتمنى أنه يتصور بهاتف خلوي لكن أعتقد الشريك الفرنسي ليس رح يرضى تصوير بهاتف خلوي لأنه هو يثبت جاي يعني يتصور فيلم بشكل بروفشنال يعني عالمي فإن شاء الله نحاول نقنعهم أنهم يتصوروا بهاتف خلوي برضو طيب يعني ما هو الموضوع لهذا الفيلم الجديد الذي سيكون بالشراكة مع فرنسيين الفيلم الجديد على ما أعتقد أحنا يعني مش رح نقدر نحكي فيه تفصيليا حاليا أنه الأفكار تتتالى وتتغير في كل لحظة بلحظة لكن بقدر أنا أقول لك أنه رح يكون الفيلم تقريبا رح يكون فيلم وثائقي أو رح يكون فيلم يعني إدرامي أو بشكل ذيك أما هو أنا أعتقد أنه ممكن نبدأ عملنا بفيلم وثائقي ضخم بطريقة مميزة جدا بطريقة مختلفة عن الأعمال الأخرى اللي بتنعمل بشكل يعني عام بالأفلام الوطائقية وإن شاء الله نكون يعني أعمالنا مميزة هل ستكون فرقة غزة ستايل يعني في هذا العمل بالكامل؟ نعم فرقة غزة ستايل موجودة وما جاهزين ورح يشتغلوا معنا كاملة لكن نحن نفتقر لعدم موجود إمكانيات للتجمع دائما والعمل بشكل دائم ولعدم موجود مكان يعني مخصص لنا لكن فرقة غزة ستايل موجودة بأي وقت وبأي لحظة وموجودين حتى يعني بدون أي إمكانيات هم موجودين وشاركوا في أكثر من عمل بدون أي إمكانيات لدرجة أنهم كانوا يطلعوا لما نروحوا من تنقلوا من مكان لما كانوا يتنقلوا ومشي لدرجة أنه ما كنا نقدر نوفر مواصلات فهم شباب يعني أعتقد أنهم رح يكونوا موجودين معنا نعم وأيضا يعني في بداية عملكم في كثير من الناس ما وسقوا فيكم وما آمنوا فيكم لكن بعدين صار هناك إيمان بهذه الموهبة مهند هل أنت متخصص في الإخراج في التمثيل أم أن هذه موهبة ويعني سطع نجمك فجأة أو بالصدفة والله نحن نكون صراحين أنا والله ما إلي بأعمال الفنية ولا إلي في الأعمال الفنية لكن هي كانت فكرة غزة غنجوم ستايل هي اللي إعطتني بداية ويعني حاولنا نجرب كانت هواية هي أكتر ما إنها كانت يعني خبرة أنا ما عندي خبرة بالأعمال الفنية لكن الحمد لله يعني هواية كانت أفضل من المختصين في العمل على ما أعتقد شكرا جزيلا لك سيد مهند بركات مدير وصاحب فرقة غزة ستايل كنت معنا مباشرة من غزة شكرا لك مهند ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر